السلام و مرحبا بكم في ميزا حنونا اليوم ان شاء الله سنتقسم معكم طبق لعب تختيف لت طبق فرنسي 100% اذا لهذه الوصفة لدينا البطاطا اللي سنقسمها الى مكعبات سنجيب المغنيت نحط فيها جوية على الماء نحط فيها البطاطا اللي قطعتها الى مكعبات ونملح ونخليها بطيب لمدة 15 دقيقة في نفس الوقت نجيب المغنيت نحط فيها شوية زيتون و شوية عبس زيتون نحن استعملت لزي شالوت نوع من البسط نعطيها السيارة من المغنيت غدا ونضغط في هكذا سؤال البتاطا نضيف في المغنيت ونضيف كريم السائلة من المغنيت ونزمن الأعطة اوغرار ملح تنادي المغنيت من خمج سأعطيها 5 دقائق ونحن نجيبو له خماش تخطيف لك كما رأيكم او لا معنكم اشدروا الكامون باغ ليكون شوية قاسح شوية يعني في اللغو تاعه اذا قسمته الى قسمين قطعته الى قطعته الى قطعتين كما رأيكم تشوفو حطيته الوحدة في الواسط يعني هذه نفس المقلة هي اللي غدي ندخلها في الفور ان الاحسن يكون عندك هذا النوع لما كانش معلش يعني ديها في هنبلاء اللي يدخلك في الفور اذا قطعتها على نصفين كما رأيكم تشوفو وبعدرت الجوانب وندخلوه ونقسموه من بعد غادي في الواسط غادي ندير امتد كخوا كما رأيكم تشوفو في الصورة وبعد غادي ندير امتد كخوا في الصورة باش يعني يدوب النمليح في الواسط وندخلوها للفور على 20 درجة لمدة 15 دقيقة لانه بطبيعة الحال غادي ينحرقنا لفخوماج كي يقعد بزاف في الفور وهذا هي النتيجة النهائية يعني سيتان غاقل ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة بزافة منينا وسهلة يعني في التحضير ما تطلبش يعني وقت كبير اتمنى عندكم تجربوها ودقلوها في التعليقات وخليتكم في امان الله وإلى الملتقى